أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغة الجميلة موضوع الدرس تدريبات على درس أسد البحر ابن ماجد إعداد وتقديم الأستاذ سلطان شمري يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولا التعرف على المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف والتضاد ثانيا أن يحدد الطالب الشخصيات الواردة في النص ثالثا أن يطلع الطالب على نماذج إيجابية فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف عزيزي الطالب أكون من الحروف أعلاما ثم أكتبها في الجدول ميم جيم ألف دال علما مذكرا ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا ما جد أحسنتم إجابة رائعة ميم ألف را ميم علما مؤنثا ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا جابر مرام أحسنتم إجابة رائعة جيم بأ ألف را علما مذكرا ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا جابر أحسنتم إجابة صحيحة يابنون عين علما لمدينة ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا ينبع أحسنتم إجابة رائعة وهي مدينة سعودية عزيزي الطالب أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة با ربان ربان الخيارات الخيار الأول قائد السفينة الخيار الثاني ابتدع شيئا غير مسبوق الخيار الثالث عامل في السفينة ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا ربان قائد السفينة أحسنتم إجابة رائعة الملاح الخيارات الخيار الأول ابتدع شيئا غير مسبوق الخيار الثاني عامل في السفينة ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا عامل في السفينة أحسنتم ابتكر ما الإجابة نفكر قليلا ابتكر بمعنى ابتدع شيئا غير مسبوق أحسنتم إجابة رائعة فاق والده فاق والده الخيارات صار أفضل منه الخيار الثاني المنتشرة ما الإجابة فاق والده أي صار أفضل منه فاق والده أي صار أفضل منه أحسنتم السائدة ما الإجابة المنتشرة السائدة بمعنى المنتشرة أحسنتم عزيزي الطالب أكتبوا أمام كل كلمة ضدها قبل أن نجيب ما المقصود بالضد يا أحبة ما المقصود بالضد أكتبوا أمام كل كلمة ضدها ما المقصود بالضد أي العكس عكس الكلمة ما المثال ما ضد ليل نهار ما ضد طويل قصير أحسنتم مجهولا ما ضد مجهولا ما الإجابة معلوما أحسنتم إجابة رائعة أكتبوا أمام كل كلمة ضدها أعجمي أعجمي ما ضد أعجمي ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا عربي أحسنتم إجابة رائعة إذن الضد بمعنى العكس عزيزي الطالب أقرأ وألاحظ أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة أحمد بن ماجد ملاح ملاح عربي كان ربانا ربانا معروفا ثاق ثاق والده في مجال الملاحة وكان على دراية باللغات السائدة السائدة في هذه المنطقة ابتكر بعض القياسات الفلكية والبحرية ووصف البحر الأحمر وجزره وشعابة المرجانية المرجانية عزيزي الطالب أنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف أنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف طبق العلم في حياته فكان ملاحا ماهرا على درجة على درجة كبيرة من الثقافة الثقافة وابتكر بعض القياسات الفلكية الفلكية والبحرية عزيزي الطالب أقرأ قراءة معبرة لعل الملاحين يستفيدون منها في رحلاتهم أستخرج من النص كلمات مختومة بتاء مربوطة ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا إمارة أحسنتم ما الإجابة الأخرى نفكر قليلا القراءة ما الإجابة الأخرى يا أحبة خاصة أحسنتم إجابة رائعة أستخرج من النص كلمات مختومة بها ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا أصله ما الإجابة الأخرى والده ما الإجابة الأخرى سبقوه أحسنتم إجابة رائعة أستخرج من النص كلمات مختومة بيا ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا عربي نلاحظ الحرف الأخير حرف اليا ما الكلمة الأخرى نفكر صبي الكلمة ختمت بحرف اليا ما الإجابة الأخيرة نفكر يا أحبة الهندي الكلمة مختومة بحرف اليا أحسنتم إجابة رائعة أستخرج من النص كلمات مختومة بألف على صورة يا غير منقوطة على صورة يا غير منقوطة ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا قضى مختومة بألف على صورة يا غير منقوطة ما الإجابة الأخرى على على كذلك ما الإجابة إلى أحسنتم إجابة رائعة عزيزي الطالب أذكر موقفا حسنا حدث لي أو سمعته أو قرأت عنه هيا بنا نستمع فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربر به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربر به كلفتا فاقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا واضبه واخذ بالجد فيه فإن أعطاك ه الله أخذتا وإن أتت فيه طويل بع وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا رأس رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست رأس 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 العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست عزيزي الطالب بمحاكاة المثال الأول أكمل الفراغ دون في مؤلفاته نصائح وتجارب ملاحية لعل الملاحين يستفيدون منها في رحلاتهم ترك ثلاثين مؤلفا عن تجاربه لعل الملاحة فراغ ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا ترك ثلاثين مؤلفا عن تجاربه لعل الملاحة يستفيد منه في رحلاته أحسنتم عزيزي الطالب أضع علامة صح للإجابة الصحيحة اللقب الذي عرف به أحمد بن ماجد الخيارات أسد الغابة أسد البحر أسد البري ما الإجابة؟ نفكر قليلا أسد البحر أحسنتم إجابة رائعة تعلمنا اليوم أولا تسمية عدد من علماء المسلمين ثانيا صياغة جمل تعبر عن دور العلماء ثالثا التعرف على المخترعات هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر